ما لديك بأي شيء؟ هنا طلعنا حيث رشوف لولا انحسار المياه بعد قطع إيران للروافد باتجاه محافرة ديالة لما تكشفت المقبرة الجماعية الجديدة التي تضم العديد من الجماجم والهياكل العظمية والتي لا زالت عليها بقايا خرق من الملابس المدنية وفق صيادي الأسماك وشهود عيان من سكان المنطقة ويضيف هؤلاء الشهود أن الضحايا المطمورين في هذه المقبرة وربطت أيديهم وأرجلهم بالأحجار قبل إلقائهم في قاع نهر ديالة كما أن علدا منهم كانت آثار الإطلاقات النارية على رؤوسهم واضحة أحمد أعتقد هذا الجداشة؟ وتعد ديالة واحدة من أسخن المحافظات في العراق التي تقاسمت الصراع فيها منذ العام 2003 الميليشيات الطائفية وفي مقدمتها ميليشي بدر وما يعرف بقوى الإرهاب والتي حسرت بشكل واضح لصالح هيمنة متغولة للميليشيات ويقول الناشطون في ديالة إن الصمت السلطات في المحافظة وفي بغداد بشأن هذه المجزرة الجديدة يشي بهوية من ارتكبها في إشارة واضحة إلى الميليشيات الطائفية التي تعيث قتلا على الهوية في العديد من مناطق محافظة ديالة وبالتالي والكلام ما زال للناشطين أن لا أمل بإجراء تحقيق قضائي نزيه ومستقل للوصول إلى الجنات الحقيقيين لتستمر وتترسخ حلقة الإفلات من العقاب والمستمرة منذ العام 2003 وخاصة فيما يتعلق لفرق الموت والميليشيات الطائفية